اكد سعادة السيد عبدالله بن عد الفخر وزير الصناعة والتجارة اكد الدعم المستمر الذي تحظى به العلاقات الثنائية التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية الصديقة وذلك في اطار الزيارة التي يقوم بها سعادته الى الصين كما نوها سعادته بالحرص على موصلة توسيع اوجه التعاون نحو مستويات اكثر تقدما وبمختلف المجالات بما يحقق التطلعات المشتركة جاء ذلك لدى اجتماع سعادة وزير الصناعة والتجارة بالسيد شين شان جيو مفوض الادارة الوطنية للملكية الفكرية في مدينة تي بكين حيث وقع الجانبان مذكرة تفاهم لتطبيق برنامج تجريبي لبراءات الاختراع واشار سعادته خلال الاجتماع الى التزام المملكة بتعزيز بيئة الابتكار وتطوير السياسات والاجراءات التي تعزز حماية الملكية الفكرية مؤكدا ان مذكرة تفاهم الموقع بين الجانبين تهدف الى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة في مجال حماية الملكية الفكرية وتطوير قدرات الابتكار في كلا البلدين الصديقين بالاضافة الى انها تعقس التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي والتقني وتبادل المعرفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر